والارتفاع المحسوس أيضا في درجات الحرارة يبقى على حالها بالفعل طارق يعني نقولك لاستقل حقا نسبيا ببعض ولايات الوطن إن شاء الله يعني داية من ظهرة يوم غد نتوقع هناك نشاط لخلايا رعدية موسمية راح تكون منطرة بحول الله راح ترفع خاصة المناطق الداخلية الوسطى وشقية كذلك على شمال الصحرى منطقة الواحد كذلك على قصى الجنوب وصنغات مرتفعة أهكار والتصلي حيكون هذا النشاط لخلايا رعدية ماطر بحول الله بداية من ظهرة يوم غد ثلاثة إلى غاية ظهرة يوم الخميس الأجواء الحراسة تستمر بحول الله تميز أغلب ولايات الوطن خاصة المناطق الجنوبية وفي هذا الإطار مصالح الأرصاد الجوية الصبيحة اليوم كانت قد أصدرت تنبيها من الدرجة الأولى أكدت من خلاله على تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تصل إلى غاية 46 درجة مئوية تحت الظل وهذا طيلة نهار اليوم الاثنين بحول الله الولايات المعنية كل من ولاية أدرار برج باجي مختار كذلك إن صالح وإن قزام إن شاء الله يعني الحيطة والحذر أن الأجواء تبقى دايما حارة بحول الله يعني حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي على أن الأجواء الحارة التي تشتاح المناطق الجنوبية ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع بدرجات حرقياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل كذلك في نفس الإطار مشاهدين مراكز الرصد الجوي العالمي هي الأخرى نهار اليوم كانت قد صنفت العديد من ولايات بلدية وولايات الجزائر ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم حيث تم تصنيف منطقة إن أزوى بـ 44 درجة في المرتبة الحادية عشر يعني أجواء حارة وضمن المناطق الأكثر حرا كذلك تم تصنيف إن قزام بـ 46 درجة تنزلوا في تستة وربعين درجة رقان وخمسة وربعين درجة لنهار اليوم ومن بين المناطق الأكثر حرا في العالم الآن مشاهدين رحوا نشوفوا فيما يخص حالة التقص بحول الله المرتقبة خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظوا تقص حيكون مستقر أجواء دائما صافية رح تعرفها أغلب ولايات الوطن حتى مناطق الشمالية وكذلك المناطق الجنوبية دائما هناك إن شاء الله مثل ما سرفت ذلك ظهيرة يوم غد ثلاثة توقع نشاط لخلايا رعدية بحول الله مرتقبة أنها تعرفها المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية على كل من ولاية بسابتنا كذلك على الجلفة لغوات حتى على مدينة المدية والبويرة كما سنلاحظوا الآن في الصورة وهي نفس الوضعية الجوية إن شاء الله مرتقبة إلى غاية يوم الخميس المقبل بحول الله كذلك غرداية المنيعة بعض الأمطار الرعدية إن شاء الله مرتقبة ظهيرة يوم غد ثلاثة إلى غاية ظهيرة يوم الخميس بحول الله بالحديث عن الأجواء الحارة هي سمة التقص خلال الأيام المقبلة رح نشوف فيما يخص خلال توزيع الكتل الهوائية خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس مشاهدين يوم غد أجواء حارة نلاحظوا فيها لون أحمر قاتم تشير على أن درجات الحارة تكون مرتفعة وهذا حسب مفتاح الخريطة لذلك نلاحظوا درجات الحارة في المناطق الشمالية رح نسجل حسب مفتاح الخريطة ما بين حوالي 30 درجة إلى غاية 38 درجة على مجمل المناطق الداخلية للبلاد خاصة الغربية والوسطى أجواء حارة درجة حارة قياسية تسجل على مدينة تاريغان إنصالح إنجزان برج بج مختار كذلك ورقلة حتى على توغيرت كذلك على المنيعة غردايا أولاد جلال إليزي وجانت من خلال التلحق حتى إلى غاية أقول 46 درجة إن شاء الله وهذا ظاهرة يوم غدا ثلاثة نفس الكتلة الهوائية إن شاء الله مرتقبة خلال يوم الأربعة والخميس كما نلاحظوا الآن في الصورة وعلى المباشر تشيح لأن الأجواء تبقى دايما حارة وكتلة هوائية ساخنة تغطي أغلب ولايات الوطن كما نلاحظوا يوم الأربعة ظاهرة يوم الأربعة نفس الوضعية الجوية إن شاء الله أجواء حارة أمر عادي أنا على مقربة من دخول فصل الصيف وهي سمة الطقس خلال فصل الصيف أجواء تكون حارة إن شاء الله بنسبة حالة البحر خلال يوم غد ثلاثة يبقى دايما البحر يحافظ على الهدوء والاستقرار لكن هذا على سواحل الغربية وكذلك الشرقية مع الياح ضعيفة لن تتعدى سرعتها لعشرون كلمتر أقول في الساعة لكن على سواحل الوسطى سيكون بحر نوع النماء من هادئ إلى مضطرب خاصة بعد الظاهرة مع الياح ما بين 10 إلى 50 كلمت في ساعة رؤية متوسطة على طول الشرط الساحلي اتجاه الموجة راح تكون شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية والوسطى وتكون شمالية إلى شمالية غربية على السواحل الشرقية علو الأمواج لن يتعدى المتر على السواحل الغربية متر ونصف على السواحل الوسطى وكذلك على السواحل الشرقية الختام مشاهدنا سيكون حسب ورقة توقعات التقص طويلة المدى وهذا حسب خلطة الضغط الجوي بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله نحظه بقى دائما استمرار مرتفع للضغط الجوي. رح يغطي جل دول حوض البحر الأبيض المتوسط حتى على الجزائر. نحظه يعني تكون هناك استقرار بذلك وكذلك الأجوار ستكون حارة نحظه أن موجة حارة تشتاح المناطق الجنوبية خاصة من الجنوب الغربي إلى غاية الجنوب الشرقي حتى لمنطقة الواحد شمال الصحراء. هذه الأجواء الحارة يعني لو نبنفسها تشير إلى أن الهواء الساخن سيندفع المناطق الشمالية ضمن تيارات جنوبية الشرقية كما نلاحظه في الصرح تخلي الأجواء تكون حارة إلى غاية نهاية الأسبوع حتى بداية الأسبوع المقبل بحول الله وهي وضعية جوية عادية مستقرة. نقدر قليلها شبه صيفية رح تعرفها جول ولايات الوطن خلال الساعات المقبلة بهذه توقعات السليطة ورقة تحول ترسل نعود الآن إلى طارق لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك